أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل ثلاثة وثمانين شخصاً خلال ساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى ثلاثين ألفاً وثمانمائة واثنين وسبعين مع دخول الحرب شهرها السادس في المقابل أعلنت الجيش الإسرائيلي استمرار عملياته العسكرية في حي حمد بمدينة خان يونس جنوبي القطاع والعثور على العديد من الوسائل القتالية وتدمير مقرات قيادة في أنحاء الحي وفق قوله في اليوم الثالث والخمسين بعد المئة من الحرب في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة عن اقتراب عدد القتلى من واحد وثلاثين ألف شخص في حين تجاوز عدد الجرحة ثنين وسبعين ألفا مراسلة الحرة قالت أن الضربات المدفعية الإسرائيلية الأخيرة تركزت على شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع في حين قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في حي جنيني شرقي مدينة رفح في أقصى الجنوب وسائل إعلام فلسطينية أكدت أن القصف الإسرائيلي طال أيضا مناطق في النصيرات ودير البلح وسط القطاع وأفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وحي الزيتون في مدينة غزة تحت غطاء من القصف المدفعي تأتي هذه التطورات في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي عن استمرار عملياته العسكرية في حي حمد في مدينة خان يونس إذ أكد العثور على العديد من الوسائل القتالية وتدمير مقرات قيادة للفصائل الفلسطينية المسلحة في أنحاء الحي وفي وسط القطاع قال الجيش الإسرائيلي إن مجموعة تابعة للواء النحال قضت على نحو عشرة مسلحين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية السلطات الإسرائيلية تحقق في مقتل سبعة وعشرين شخصا من المعتقلين من قطاع غزة خلال فترة اعتقالهم منذ بدء الحرب الأونروا تتحدث عن انتهاكات واسعة ضد المعتقلين نتطرق لهذه الاتهامات وإلى أي مدى سوف تتعامل معها الحكومة الإسرائيلية بجدية وهل تزيد الضغط عليها؟ وإلى ما يمكن أن يفضي ذلك؟ وما تداعيات الحادثة على المشهد الإسرائيلي؟ سبعة وعشرون معتقلا فلسطينيا من غزة لقوا مسرعهم أثناء احتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي هذا ما كشفته صحيفة هارت الإسرائيلية في تقرير ورد فيه أنه منذ بداية الحرب احتجز الجيش الإسرائيلي معتقلين من غزة في معسكرات اعتقال مؤقتة في قاعدة استثمان حيث تم استجوابهم من قبل الوحدة 540 وبموجب التعديل الذي تم إدخاله على القانون أثناء الحرب يجوز احتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى 75 يوما دون رؤية قاد الصحيفة نقلت عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن شرطة المباحث العسكرية فتحت تحقيقا في الموضوع أضاف المتحدث أنه منذ بداية الحرب يقوم الجيش الإسرائيلي بتشغيل عدد من مرافق الاعتقال حيث احتجز فلسطينيون اعتقلوا خلال هجوم حماس أو خلال الحملة البرية في غزة للتحقيق معهم ويتم إطلاق صراح كل من يثبت عدم ارتباطه بالعمليات الإرهابية وإعادته إلى قطاع غزة لم يكشف الجيش الإسرائيلي ملابسات وفاة هؤلاء المعتقلين لكنه أكد أن عددا منهم كان يشك أمراض سابقة أو تعرضوا لإصابات خلال المعارك ذكرت هارت أنه بعد اندلاع الحرب ثم احتجاز عمال غزيين يحملون تصريح عمل في إسرائيل وسجنوا في قاعدة عناتوت العسكرية قبل أن تطلق السلطات الإسرائيلية صراح بعضهم وسمحت بإعادتهم إلى القطاع حسب مصدر لم تسمه الصحيفة توفي أحد المعتقلين لعدم تلقي العلاج الطبي وهو الذي كان مصابا بالسكري وأظهرت صور نشرتها الصحيفة معتقلين مفرجا عنهم يحملون أثار كدمات وعلامات على معاصمهم نتيجة تكبيل أيديهم لفترة طويلة ووفقا لتقرير الأونر والذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز قال المعتقلون المفرج عنهم في غزة إنهم تعرضوا للضرب والصريقة والتجريد من الملابس والاعتداء الجنسي ومنعوا من الوصول إلى الأطباء والمحامين لينقاش هذا الموضوع تنضم لينا من سياتل بولاية واشنطن الدكتورة سامدار بن نتان المحامية والخبيرة في مجال حقوق الإنسان مرحبا بك سيدة بن نتان عندما نتحدث عن رقم مثل 27 في هذه الفترة القصيرة ممن اعتقلوا لم يدينهم قضاء لم يعرضوا على القضاء والاحتجاج من جانب إسرائيل بأن بعضهم كان يعاني من أمراض سابقة من أي مبدأ يمكن أن تعالج هذه المسألة هل يكفي فيها التحقيق وهل لهم إصداقية تحقيق إسرائيلي؟ نعم أولا هذا عدد غير مسبوك من المعتقلين الذين يتوفون وهم في الاعتقال في كل العمليات العسكرية السابقة لم نرى هذا العدد وهذا يتناسب مع عدد القتلى الذين نراهم في غزة وهناك نوع من سلب الإنسانية عن الفلسطينيين أكانوا من المعتقلين أو من المدنيين في غزة على أعلى المستويات في إسرائيل أما فيما يتعلق بالتقرير الذي أشارتم إليه فهناك تحقيق من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية وهذا ما يجدر أن يكون في الماضي هذه التحقيقات لم تؤدي إلى نتائج ذات مصداقية أو أيضا إلى اتخاذ تدابير قضائية تكون على مستوى الانتهاكات التي نراها علينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الوضع للمعتقلين يختلف عن وضع المواطنين على الأرض في غزة المعتقل هو مسؤولية السلطات المعتقلة فيما يتعلق بوضعهم التب أو بأمراضهم أو غيرهم أي مصداقية إذن للتحقيق الإسرائيلي في هذه الحالة؟ الأمر يتعلق بنوعية التحقيق الإسرائيلي التحقيقات الإسرائيلية العسكرية غالبا لا يمكن الاعتماد عليها لنقول أو ليست دقيقة بما فيه الكفاية وغالبا ما تبرر الانتهاكات من شتى الأنواع نحتاج إلى ألية لتحقيق مستقل وليس تحقيق تقوم به الجهات العسكرية في إسرائيل أعتقد أن التحقيق الوحيد الذي يمكن أن نركن عليه لا بد من أن يكون تحقيقا دوليا وأتمنى أن يكون هناك تحقيق دولي وهناك إجراءات أيضا في المحكمة الجنائية الدولية هي لما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عليها أن يأخذ الخطر الأولى في سبيل أن تتحقق أو يتحقق إنشاء أو إطلاق تحقيق ذي صبغة دولية يحظى بنصداقية هناك منظمات كثيرة وبعثات ومنظمات حقوق الإنسان وفكالات تابعة الأمم المتحدة يمكنها أن تفعل ذلك هناك أيضا منظمات حقوق إنسان إسرائيلية تقوم بعمل صعب ولكن يمكن الاعتماد عليه كهاموكيد والمجموعة ضد التعذيب التي شاركت في وضع تقريرها أريد هناك أيضا المحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي هم سيحققون في ذلك أيضا هناك لجنة تحقيق أيضا حول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنا أيضا متأكدة أن اللجنة ستركز على هذه القضية أيضا هناك أيضا منظمات حقوق إنسان مستقلة تعمل على المستوى الدولي وتراقب الأوضاع في إسرائيل وفلسطين هل تم بني عواقب على مثل هذه الأرقام 27 قبل أن يقدموا إلى المحاكمة توفوا في أثناء فترة اعتقال أي نوع من العواقب قد ينبني على ذلك سواء قبلت إسرائيل طبعا بتحقيق مستقل دولي أم لم تقبل هناك عواقب على أكثر من مستوى أولا بالنسبة للأفراد الذين لديهم سلطة للإشراف على المعتقلات وهناك أيضا المسؤولون الكبار في الجيش وفي الحكومة وهنا الأمر يتعلق بالأوامر التي تعطى للسلطات على الأرض أو في المعتقلات على المستوى الدولي يمكن محاسبة إسرائيل كدولة فهناك مسؤولية دولة أيضا فيما تعلق بهذه الانتهاكات مثلا الأمم المتحدة في إطار الاتفاقية حول التعذيب وسوء المعاملة هناك لجنة دائمة كانت قررتها الأمم المتحدة غرضها متابعة وضعية السجون الإسرائيلية والمعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين في هذه السجون ممن حكم عليهم أو لم تتم مقاضاتهم بعد أين هي هذه اللجنة؟ أي دور لها؟ خاصة وأن حتى صحف الإسرائيلية تقول بأن وضعية هذه السجون ترتفع فيها معدلات التعذيب وإساءة المعاملة وكذلك من خرجوا في صفقات الماضية المحدودة تحدثوا عن إجاعتهم وعن تعرضهم للتعذيب والضرب وإساءة المعاملة لابد أن نشير بأن التحقيق فيما تعلق بسوء التعامل أو سوء معاملات السجناء هو من أصعب التحقيقات الممكنة لأن ذلك يحصل في أماكن لا يمكن لمحققين أن يدخلوا إليها كالمعتقلات وبالتالي يصعب توثيق هذه الظروف المعتقلون لا يمكنهم هم أن يوثقوا ما واجهوه والمعلومات التي تصل أحيانا قد لا تكون دقيقة لذلك يصعب على أي كيانات خارجية أن تتحقق مما يحصل في المعتقلات هم يعتمدون عادة على شهادات الأشخاص الذين كانوا معتقلين وأسيئة التعامل معهم وهؤلاء الذين أطلق سراحهم أيضا شهاداتهم أساسية في هذا الإطلاق من سيئات الدكتورة سمادار بن نتان المحامية والخبيرة في مجال حقوق الإنسان